موسيقى رئيس الجمهورية يستقبل بالقصر الرئاسي وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية واللقاء يتناول أوجه التعاون القائم بين بلادنا وجمهورية ألمانيا المتحدة الاتحادية رئيس الجمهورية يتسلم تقرير سنوية للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب الذي يمثل حصيلة عمل الآلية وجهودها بتطوير مجال حقوق الإنسان في بلادنا موسيقى أنشطة ثقافية وسهرة فنية ضمن فعاليات متديات نواكشوت للثقافة والشباب والرياضة في مقاطعات ولايات نواكشوت الثلاثة أهلا بكم استقبل رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغازواني أمسي بالقصر الرئاسي في نواكشوت وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية الرئيسة الدورية للجمعية العامة للتحالف الساحل السيدة سفينيا شولتس جرت المقابلة بحضور الوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية السيد المختار الرجاي ووزير الاقتصادي والتنمية المستدامة سيد عبد السلام والمحمد صالح وسيد سيد أحمد ولبوه مستشار برئاسة الجمهورية وسحادة سفيرنا في برلين السيد محمد محمود والإبراهيم أخلي تسلم رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ الغازواني صباح أمسي بالقصر الرئاسي في نواكشوت التقرير السنوية للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب جاء ذلك خلال استقبال خص به سيادته رئيس الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب السيد البكياء أول عبد المالك وفي نهاية اللقاية لرئيس الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بتصريح نستعرض فيه جوانب من العمل الذي قامت به الآلية أعرفت بلقاء رئيس الجمهورية منذ قليل مناسبة تسليم تقرير النشاط السنوي للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وكما تعرفون الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب هي عبارة عن هيئة وطنية علياة مستقلة مكلفة بالوقاية من التعذيب ومتابعة الأوضاع مختلف أوضاع الأشخاص المحرومين من الحرية في المؤسسات السجنية وفي أماكن تقييد الحرية مهما كان نوع وكما تعرفون أيضا أن هذه المهمة هي مهمة متعددة الجوانب وهي كذلك مهمة معقدة وأصبحت أصعب قليلا مع تطور تقني خاصا ما يسمى بالإعلام الجديد حيث أن الكثير من الممارسات التي كانت تحدث في الماضي خلف أبواب مغلقة الآن أصبحت تتعرض للتعرية والكشف وبعض أحيانا بعض المزايدات ما يتعلق بمسائل التعذيب المختلفة رغم أن هذه الممارسة ينبغي أن تزول وكل التشريعات الوطنية والدولية وكذلك مجموع تعاليم الدين الإسلامي والديانات السماوية كلها هي ضد التعذيب ولذلك ينبغي أن تزول ونحن نبذل جهدا والدولة تبذل جهدا لا بأس به في هذا المجال حقيقة نحن نسعد ونشكر رئيس الجمهورية خاصة بهذا اللقاء وبالثقة التي منحنا إياها والتي لولاها ما قمنا بهذا العمل وأستحضر كذلك المجهود الذي قام به زملائي أعضاء الآلية وأشكرهم عليه والذين ساهموا في إعداد هذا التقرير الذي سلمناه منذ قليل لرئيس الجمهورية تيزي الفرصة كذلك لشكر الشركاء الدوليين وكذلك للقطاعات المعنية وزارة العدل وزارة الداخلية وكذلك كل القطاعات الأمرية والعسكرية وكذلك منظمات المجتمع المدني وكل الفاعلين الذين ساهموا من قريب أو بعيد في إعداد هذا التقرير أدى وزير الصيدي والاقتصاد البحرية سيد المختار حسين الأمر رفقة وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية الرئيسة الدورية للجمعية العامة لتحالف الساحل السيدة سفينيا تشولتسا زيارة لسوق السمك في نواكشوت وخلال هذه الزيارة تفقد الوفد أجنحة السوق كما زار القسم الجنوبية الخاصة بالاتحادية الوطنية للصيد ومركز خفر السواحل الموريتانية بسوق السمك كما حضر الوفد الوزاري جانبا من تفريغ بعض ثوارق الصيد لحمولتها بدورها أدت وزيرة التشغيل والتكوين المهني رفقة وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية أمس زيارة تفقد والطلاع لمدرسة التعليم التقني وتكوين المهني للبناء والأشغال العمومية في مقاطعة الرياضة بولاية الوكشوت الجنوبية وقد تجول الوفد الوزاري داخل بعض ورشات العمل وقاعات التدريس تعرف من خلالها على نوعية التكوين والتخصصات المتاحة في هذه المدرسة مدرسة التعليم التقني والتكوين المهني في مجال البناء والأشغال العمومية بالرياضة والتي تتسع لأكثر من 1200 متدرب كانت محطة لزيارة التفقد والاطلاع التي أدتها وزيرة التشغيل والتكوين المهني السيد زينب وحمدنه رفقة وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية لألمانيا الاتحادية والوفد المرافق لها حيث تلقوا شروحا حول طبيعة سير هذه المشأة التعليمية وتجولوا داخل ورش عملها تلبي هذه التكونات المولى حاجيات المقاولات والاتحادات في المجالات الهدات الأولوية مثل البناء والأشغال العمومية الصيد الزراعة التربية الحيوانية التكنولوجيا المعلومات والاتصال الطاقة المتجددة حراف القياطة الدباغة صناعة الجلود والحلاق وقد أنشيت هذه المدرسة بالتعاون بين موريتانيا والتعاون الألماني بتمويل من البنك الألماني للتنمية وذلك بهدف تنويع عرض التكوين من خلال إدخال تخصصات جديدة وتحسين نسبة دمج خريج التكوين في مجال البناء والأشغال العمومية هذه السانحة أنتهزها لأثمن هذه المكونة من سلة التعاون الألماني الموريتاني عبر البنك الألماني للتنمية كاف دول في والتي تعد شاهدا على عمق علاقات الصداقة بين الجانبين واستراتيجيتها وأذكر معاليكم بمحورية مواكبتكم لهذا المشروع في مختلف جوانبه ليحقق سقف الطموحات المرسومة له وينتظر من هذه المشاة التعليمية أن تسهم في تكوين وتاطير الشباب وزيادة الطاقة الاستعابية للنظام التكوين في إطار الأنشطة الثقافية لمتديات دينواكشوت الثقافية شهدت مقاطعات إليات دينواكشوت الغربية تنظيم عدة سهرات فنية وثقافية بحضور وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان وقد مكنت هذه الفعاليات الثقافية الشباب من المشاركة الفاعلة في مختلف أنشطة المتديات اشتراك الشباب في جهود التنمية المحلية كان الشعار الأبرز الذي ترفعه منتديات واكشوت للثقافة والشباب والرياضة بعد إسدال الستار على النسخة الثالثة من المنتديات هنا يشارك وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان سكان بلدية الكسر فرحة الختام تحت أنغام الموسيقى التي ترسم لوحة الوحدة الوطنية بعيدا عن التنافر في ليالي واكشوت أيقظت في نفوس حب الوطن والتطلع إلى مستقبل أفضل يجمع الحيوية والخبرة لكن سؤالا يطرح نفسه كيف سيستفيد الشباب الموريتاني من مخرجات منتديات واكشوت أكد لجميع الشباب الذين شاركوا على التزام القطاع قطاع الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان بأخذ مقترحاتهم واقتراحاتهم وتوصياتهم بعين الاعتبار في السياسات العمومية والسياسات الحكومية سواء على مستوى القطاع أو على مستوى مختلف قطاعات الوزارية التي تدخل في اهتمام الشباب أخذ جميع المقترحات التي تقدموا بها من أجل رسم سياسة تلبي طموح الشباب في ولاية واكشوت الغربية اختلف اختتام المنتديات فبلدية تفرغزينة أرادت للختام أن يكون مسابقة في مجال المسرحة فازت بها فرق قدمت معالجات لقضايا الشباب في طليعتها أمواج الهجرة وعواصف التطرف والغلو بلدية تفرغزينة عنها ستظل حريصة على العمل على تحقيق مخرجات هذه المنتديات وعلى مواكبة الشباب ومواكبتهم في المجالات كلها الرياضية والثقافية بجميع مستوياتها وفي بلدية السبخة لم تكن الليلة الأخيرة إلا كسابقاتها حضور قوي للفن والثقافة واهتمام واسع ببشاكل الشباب وفي صدرتها التشغيل هذه المشاكل وضعت على طاولة النقاش لإيجاد الحلول أهم الكثير من إشكاليات والقضايا التي تم طرحها وجبرة حلول على مستوى النقاش مع الشباب كيف قضية الهجرة، كيف قضية البطالة، كيف قضية التكوين المهني كيف قضية التعليم مدرسة الجمهورية هذه أهم القضايا التي تمكنت الجماعة مشاركين كلهم من نقاشها مع الناس التي قاموا بالمتقى وتم أيضا إعطالها حلول شذرية هي النسخة الثالثة إذن من منتديات واقشوط للثقافة والشباب والرياضة يسدل ستارها في انتظار تطبيق مخرجاتها بما يدمج الشباب في الحياة النشطة ويقيه مخاطر تتربص به الدوائر محمد عمر بلول الموريتانية وفي ولاية الواقشوط الشمالية تتمت السهرة الفنية لمتديات الواقشوط للثقافة والشباب والرياضة في جميع مقاطعات الولاية وقد تميزت السهرة الختامية بحضور وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان وزارة الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان تختتم بولاية نواكشوت شمالية الصهرات الفنية لمنتديات نواكشوت للثقافة والشباب ورياضة وزير الثقافة والشباب ورياضة والعلاقات مع البرلمان أحمل سيد أحمل الجا حضر الصهرة الفنية الختامية في مقاطعة دار نعيم وهنا تابع الوزير إبداع مواهب المسرح حيث قدموا سكتشات عن مخاطر المخدرات والهجرة السلبية على الشباب وقد رفع شباب دار نعيم شعارات تقول لا للمخدرات مطالبين بالتصدي لهذه المسلكيات الخطيرة وقد استمتع الحضور بهذه العروض وفي مقاطعة تيرت صدحت حناجر المدحينة بذكر الشماء لخير البرية محمد صلى الله عليه وسلم وتخللت السهرة الفنية الختامية لقاءات الشعرية من قبل أدباء في الشعر الحسانية والفصيح كانت كلها في إطار توجيه الشباب لنبذ المسلكيات المشهنة من تعاطي المخدرات والهجرة السلبية بالإضافة لإشعة الروح الوطنية وتعزيز اللحمة الاجتماعية كذلك قدمت عروض مساحية ركزت على تحذير الشباب من الاستخدام السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي وقدم عمدة تيرت جوائز للفرق الفائزة في البطولة الرياضية المنظمة على هامش منتديات واكشوت للثقافة والشباب ورياضة مقاطعة تجنين قدمت هي الأخرى خلال سهرتها الفنية الختامية إلقاءات مديحية تفعل معها الجمهور الذي عاش خلال ثلاثة أيام صهرات فنية متنوعة شباب واكشوت نجحوا في عرض مشاكلهم وطرح قضاياهم وإبراز مواهبهم خلال هذه الأيام لكنهم نجحوا فيما هو أهم تعلقهم بخير البشر وأكدوا أن شمائله صلى الله عليه وسلم تبقى مرجعية وقدوة لهم في السلوك والأخلاق والانضباط الشرعية صلى الله عليه وسلم السيد المحمود المبتانية نواكشوت وفي ولاية نواكشوت الجنوبية تميزت الليلة الأخيرة من سهرات متديات نواكشوت للثقافة وشباب والرياضة بعدد من النشطة الثقافية والفنية وقد انعشت هذه الأماسي فرق فنية أبرزت جوانب من الفلكلور الشعبي وأخرى قدمت سكيتشات مسرحية عالجت بعض الإشكالات المتعلقة بالمجتمع الليلة الثالثة من منتديات نواكشوت للثقافة والشباب والرياضة على مستوى ولاية نواكشوت الجنوبية تميزت بمواصلة عروض متنوعة جمعت بين المتعة والتثقيف من عروض مسرحية وأخرى من الفلكلور الشعبي وحرص وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان السيد أحمد والسيد أحمد اللجة على حضور العديد منها هذه المنتديات مهمتها هو التواصل مع الشباب وجعله في تواصل أيضا مع الإدارة المحلية في البلدية التي يعيش فيها بالإضافة إلى أخذ آرائه وتصوراته حول استراتيجيات تعكف الوزارة وعلى إعدادها استراتيجيات في مجال الشباب وأخرى في مجال الثقافة وأخرى في مجال الرياضة كما أن هذه المنتديات شكلت حصة للشباب العاصمة نواكشوت لنقاش مختلف المشكلات المطروحة لهذه الشريحة هاو صهرات اللي خلقوا في الميناء عنهم زينين وعبر فيهم عن جميع الكمبوزانت الموريتان اللي وعدل فيهم زين ما شاء الله ورعينا مأيدي عن التمييخ لكل سنة وكان إشراك البلديات في هذه المنتديات محل إشادة وتقدير أشكر الوزير بشكل عام وطاقمه على إشراك البلديات في هذه التظاهرات اللي كانت جد هامة كانت تظاهرات ثقافية وفنية فيها محاضرات وفيها مباراة رياضية وفيها سهرات وكان الشباب حاضر فيها دايما وأول مرة يتاح للشباب النقاش مع السلطات الإدارية والمحلية في شكل مباشر هؤلاء كانوا يفتحوا في حوارات مع الشباب يعبروا فيها عن همومهم وعن مشاكلهم وقدموها للسلطات معي ذلاث أماسي أن عشتها ذرق أبدعت في التبذيل والغناء والفلكلور الشعبي أفادت وأمتعت الحضور وأبانت ذراء وتنوع الثقافة الموريتانية وفي الجانب الرياضي لفعالية متدية المقشوط وصلت بطولة الأحياء لكرة القدم لدوارا نهائية بعد ثلاثة أيام من التنافس بين الفرق المشاركة في مقاطعات واكشوط التسع وقد تميزت هذه البطولة الرياضية الموازية للنشطة هذه المنتديات بحضور شبابي ورياضي مثل جميع مقاطعات العاصمة بطولة الأحياء المنظمة ضمن فعاليات منتديات المقشوط للثقافة والشباب والرياضة تدخل أدوارها النهائية بعد تعرفه على الفراق الصاعدة إلى المربع الذهبي نحن هنا في الأدوار النهائية من بطولة الأحياء المنظمة في جميع مقاطعات المقشوط التسع تندرج هذه البطولة ضمن منتديات المقاشوط للثقافة والشباب والرياضة المنظمة من طرف وزار الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان بالتعاون مع اتحاد الوطن عند كرت القدم وبلديات المقشوط التسع من شاء الله بطولة زينة زينة حتى الشباب يختيروا يخلق ومن الكنقاء يقدروا يستفادوا حتى من هذه البطولات يخلقوها في قدرة الرياضة هيا من مشاء الله لاب الزين وما كامل أشبال البلد يتقدم عن طريق كرة القدم المراحل الإقصائية من هذه البطولة جرت بملاعب مقاطعات ولايات الماكشوط الثلاث تشكل هذه البطولة فرصة لاكتشاب المواهب الصاعدة في مجال كرة القدم لدى ناشيات مختلف بلديات العاصمة نشكر وزارة الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان على هذا الدور الرائع الذي عدرت هذه البطولات الاحياء المحلية لأنها تكرد الشباب عن ياسر من الحراف وتكردوا عن جريمة المنظمة وتكردوا عن خطورة المخدرات وتأهلهم لأنهم يطمحوا لرقوا الدولة وإخبار كرة القدم وراجم عند مولانا يتم ذلك ينظم سنويا هذا هو اللي يؤسس لها المنتخب الوطني هذا اللجيال هم اللي يبقى لهم الصبحة الوطن يدافوا عنه على مستوى قاري وعلى مستوى عالمي ختام بطولة الاحياء التي تمثل الجانب الرياضية من منتديات الواكشوط للثقافة والشباب والرياضة سيجري بملعب المرحوم الشيخة والبيدية بين الفريقين الصعيدين إلى المباراة النهائية ضمد اللجنة الوطنية لحقوق الهسان في الواكشوط بالتعاون مع التجمع العام للمرأة الموريتانية لقاء تحت شعار حقوق المرأة بين إرادة سياسية مواتية وعقلية معيقة يدف هذا اللقاء إلى تسليط الضوء على حقوق المرأة الموريتانية والدعوة إلى حضورها في مختلف مجالات التنموية سعيا إلى محاربة المسلكيات المعيقة لتقدم المرأة وفي إطار الجهود الرامية إلى التمكين لها بهدف ولوجها لمراكز صنع القرار يأتي هذا اللقاء المنظم من قبل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع التجمع العام للمرأة الموريتانية وذلك من أجل تسليط الضوء على مختلف القضايا المتعلقة بحقوق المرأة الموريتانية نعتبر عن حقوق المرأة من أهم حقوق الإنسان وعن اللي واسئ مولي حقوق المرأة ما تقدمه حتى هو عن كأقابهم اللي المرأة حتى هذا ما هو يا الله اليوم خالق أموهما في العالم كامل ونقال له معنى ذات حقوق المرأة مطالبين به الرجال نطالبين بها مولي المؤسسات بياك تعد عندها ويا الله نطلقوا من المبدأ بسيط هو عن ذا كامل اللي محرم الشراء ما يدوره حد ولا لا يقبله حد يغير ذا كامل اللي سامح به الشراء ما يلا يطيح حد في ظهوم مولي الوستانة قبضنا هذا الموضوع باللي اللجنة عندها استراتيجية نحن عندنا مواقع هو عن حلقة وصل بين المجتمع والحكومة هذا اللقاء ينظم تحت شعار حقوق المرأة بين إرادة سياسية مواتية وأقليات معيقة إن كفاح النساء الموريتانيات ونضالهن من أجل المطالبة بحقوقهن هو نضال قديم فلقد مكنهن حينها من تحدي أصعب الظروف وأغساها وحملوا مشعب نضال المرأة ضد العقليات معيقة لتقدمهن والتي ليس لها سند ديني في أغلب الأحوال وأدركوا حينها أيضا بأن الحقوق لا تفقى بل تكتسب مداخلات عدة تميز بها هذا اللقاء أجمعت على ضرورة مناصرة المرأة وتشجيعها والعمل على صيانة وحماية حقوقها حتى تتبوأ المكانة اللائقة بها في المجتمع ضمت سلطة تنظيم الإشهار يمسي في نواكشوت ورشة تكوينية لصالح الورشات الإشهارية والتحاد المهني الخط والإشهار تحت عنوان الإشهار الخارجي والضوابط وألية الترقية ويتلقى المشاركون في هذه الورشة من أصحاب ورشات الخط والإشهار شروحا مكثفة حول القانون المنظم للإشهار والنصوص الخاصة بعمل الورشات الإشهارية ضمن جهودها الرامية إلى خلق فضاء إشهاري منضبط يخضع لروح النظم والقوانين المعمول بها في المجال ويسهم في إضغاء منظر حضاري جذاب لمدن البلاد أطلقت سلطة تنظيم الإشهار دورة تكوينية لصالح اتحاد مهني الخط والإشهار تحت عنوان الإشهار الخارجي الضوابط وأليات الترقية يستفيد من الدورة التكوينية خمسون مشاركا من العاملين في ورشات إنتاج الوسائط الإشهارية وورشات الخط أن النهوض بكل مؤسسات القطاع وقيامها بمهامها الكاملة هو من صميم الرؤية المؤسسية الشاملة التي تمثل الإرادة العليا لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ العزواني وإننا في قطاع الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان نعمل بكل طاقتنا من أجل المساهم الجاد والواعية في تنزيل رؤية صاحب الفخامة إلى أرض الواقع أن استراتيجيتنا في القطاع تقوم على احترام القوانين والتشريعات وتطبيقها لأنه لا وجود لتقدم ولا تطور ولا تنمية دون تطبيق القوانين المحترام ومن هنا فإن هذه الدورة تدخل في صميم اهتماماتنا وعملنا رئيس سلطة تنظيم الإشهار بيّن في كلمته بالمناسبة أهداف السلطة وحصيلة الأنشطة المنجزة خلال الفترة الماضية إن الأهداف التي أنشأ المشرع السلطة تنظيم الإشهار من أجلها تتكامل مع أهداف كثير من القطاعات الحكومية وبعض مؤسسات القطاع الخاص ولذلك فنحن نمد يد الشراكة لكل الجهات الحكومية وغير الحكومية للتعاون لتحقيق هذه الأهداف وقد آتى هذا التعاون وأكله حتى الآن بغضل الله تعالى مع عدة جهات شريكة أيها الحضور الكريم خلال الأشهر المنصلمة انتظمت عمليات الرصد والمراقبة التي تقوم بها فرق السلطة يوميا وقد أدت من بين نتائج أخرى لا رصد ما يربو على ألفين مخالفة بالقانون المنظم للإشهار منها ثمان مائة وسبعة وخمسون خلال الحملات الانتخابية المنصلمة ومن جانبه تحدث رئيس الاتحاد الوطني لمهني الخط والإشهار عن ضرورة إصلاح قطاع الإشهار وجعله قطاعا منتجا يخدم سيازة البلد إننا في الاتحاد المريتاني مهني الخط والإشهار نتطلع إلى تعاون جاد بيننا لخدمة السلطة وأهدافها وخدمة العاملين في هذا المجال وحماية لمصالح لنحافظ على إخراج مادة إشهارية راعي الهوية الثقافية لبلدنا ويتضمن جدول أعمال الدورة التكوينية تقديم ورقتين تتناول أولهما القانون المنظم للإشهار والنصوص الخاصة بعمل الورشات الإشهارية فيما تتناول الثانية آليات ضبط وترقية عمل الورشات في الإشهار الخارجي فهدت شبكة الاتصال لداري بوزارة الداخلية والمركزية أن مقايس المطر سجلت خلال 24 ساعة الماضية هطل كميات من الأمطار على مناطق متفرقة من البلاد وهذلك على النحو التالي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر رئيس الجمهورية يتسلم التقرير السنوي للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب الذي يمثل حاصلة عمل الآلية وجهودها في تطوير مجال حقوق الإسان في بلادنا أنشطة ثقافية والسهرات فنية ضمن فعاليات متديد وكشوت للثقافة وشباب ورياضة في مقاطعات ولايات وكشوت الثلاث شكرا على المتابعة إلى اللقاء